تصعيد خطير لأدوات إيران في المنطقة تمثل بالهجمات الأخيرة التي شنتها ميليشيا الحوثي في اليمن على السعودية والإمارات هجمات أثبتت مجدداً سعي الميليشيا المستمر وبإعاز من إيران إلى نشر الإرهاب والفوضى في المنطقة الحكومة الشرعية في اليمن أكدت في اجتماعها بالعاصمة المؤقدة عدن أن الهجمات على الأعيان المدنية والمدنيين في الإمارات والسعودية تشير إلى تنامي الخطر الذي باتت تمثله دراع إيران في اليمن على الأمن القومي العربي وعلى سلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر كذلك اعتبرت الهجمات تحدياً سافراً لكل القرارات الدولية الملزمة بما فيها استمرار طهران في انتهاك قرارات حضر تسليح الميليشيا وتزويدها بالطائرات المسيرة وتهريب الصواريخ والأسلحة إليها تنامي التهديد الإيراني أكدته كذلك تصريحات أمريكية بيّنت أن الإيرانيين تمكنوا من تسريب صواريخ بلستية ومسيرات مطورة لديهم خلال الأشهر الماضية إلى ميليشيا الحوثي في اليمن موضحة أنهم حسنوا خلال السنتين الماضيتين دقة الصواريخ والمسيرات التي ينتجها برنامجهم الصاروخي كما طوروا استعمال ميليشيا الحوثي لمسيرات دقيقة وعلى مسافة تصل إلى أكثر من 1700 ميل وهي المسافة بين منطقة سيطرة الحوثيين وأبوظبي تسليح إيران للميليشيات التابعة لها في المنطقة وبالذات في العراق والسوريا ولبنان واليمن بالصواريخ البلستية والمسيرات المطورة وغيرها من الأسلحة يعني أن المنطقة باتت في مرمى هذه الأسلحة الخطيرة ما يجب اتخاذ إجراءات عملية عاجلة تضع حدا للتمدد والتوغل الإيراني الذي باتت عواقب المماطلة فيها وخيمة لا تحمد عقبها اشتركوا في القناة